ما حكم شرب الخمر؟ شرب الخمر من الكبائر والخمر كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه ما خامر العقل أي غير العقل مع نشوة وطراب أما الدليل على حرمتها فهو قوله تعالى في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وروا الإمام أحمد من حديث ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وقليل الخمر يا أحبابنا وكثيره حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه الإمام أحمد وليس في الأنبياء من شرب الخمرة أو شجع على شربها فالأنبياء عليهم السلام لا يحثون أممهم على شرب الخمر أما ما يرويه بعض الناس أن سيدنا عيسى عليه السلام قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان فهو كذب وافتراء على سيدنا عيسى عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر